يعني قبل ما نتكلم عن أي حاجة خلينا نتكلم عن جائزة الدولة التقديرية ومعناها إيه بالنسبة لك بتمثل لك إيه؟ والله يعني جائزة الدولة التقديرية هي يعني أعلى تكريم من الدولة للعلماء والباحثين فحاجة مهمة جدا شرف كبير جدا وكان يعني من الحاجات اللي واحد كان بيطمح لها أنه هو يحصل على جائزة الدولة التقديرية أصلا تكريم من الدولة يعني مش مش أي جائزة أنا حصلت قبل كده على جائزة الدولة التشجيعية في 2009 جائزة الدولة للتفوق العلمي في 2016 وكان يعني الحقيقة لجائزة الدولة التقديرية بقى هي تتويج لكل الرحلة دية صحيح بالنسبة لي يعني حاجة يعني كبيرة جدا بالنسبة لأسرتي بالنسبة طبعا ولادي وزوجتي طبعا يعني اللي هي شريكة حفيقة اللجاح الكفاح الكفاح طول الرحلة دية سواء في شغلي هنا في مصر أو برة فطبعا بتمثل لنا يعني أولادي كانوا صغيرين كمان في الفترة بتاعة 2016 دلوقتي يعني عارفوا بقى يعني أن هي ألف مبروك لحضرتك أه الله يبرك في حضرتك يعني كانت حاجة يعني سعادة كبيرة جدا لما حصلت على الجائزة وحاجة كويسة جدا بتخلي يعني بتشجع كمان للمستقبل أن الواحد يستمر صحيح على نفس العطاء إن شاء الله لو بصنا الموضوع وعشان نوصل يعني نوصل المعلومة للسادة المشاهدين بمنتهى البساطة والسلاسة الوصول لمواد عالية القدرة وصديقة للبيئة وموفرة للطاقة باستخدام السوائل الأيوم اه مهم أه مهم مهم مص نخض اخر حتة لموفرة للطاقة والصديقة للبيئة يعني نوصل للنتيجة إيه هي بقى المواد الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة اللي حنعمل هنا الحاجات الكتير مصحك أنا يعني شغلي انا فهمي للحتة الاخرنية أنا شغلي كله على مدار يعني من أول سنة 2000 على الثوائل الأيونية هنبسطها يعني للسادة المشاهدين كان حظي كويس أول ما سافرت في ألمانيا في سنة 2000 كان موضوع الثوائل الأيونية والحاجات دي كانت جديدة إيه الثوائل الأيونية دي عبارة عن هي أملاح ببساطة شديدة جدا زي ملح الطعام اللي احنا عارفينه اللي هو كلوريدي السوديوم العادي بس هي سائلة الأملاح احنا عارفينها أن هي صلبة يعني درجة انصهارها عالي جدا يعني مثلا ملح الطعام عشان أحوله لسائل بصيره عند 800 درجة مقوية إنما السوائل الأيونية دي هي أملاح بس سائلة مزيتها إيه بقى وعملت لنا إيه بقى لما تم اكتشافها فقا في بداية 2000 إن هي عملت لنا غيرت لنا مفهوم جدا في الكيميا اللي احنا ما نقدرش نحصل عليها اللي عند درجات حرارة عالية جدا يعني مثلا حاجة زي الألمنيوم كمثال يعني بس علشان أحصل عليه لازم أصهر الألمنيوم عند يعني أكتر من 700 درجة وبعدين لما أعمل طبقة منه على مثلا على حديد بغرض الحماية من التآكل فلازم أصهره وبعدين أغمس فيه العينة اللي أنا الحاجة اللي أنا عايزة أطليها طبعا الحاجات دي بتبقى عملية عن درجة حرارة عالية جدا طاقة استهلاك طاقة العملية صعبة جدا كمان يعني بتبقاش لما حضرتك بقى اكتشفت إيه نجحنا في وقت باستخدامها قدرنا نعمل الموضوع دوت بس عن درجة حرارة الغرفة بدون أي حرارة حلو وفرنا طاقة ومش بس كده توفير طاقة إنها عملت لنا حاجات ما كانتش كانت مستحيلة يعني كان مستحيل إن أنا أعمل طلة بالحاجات النشطة بقى اللي هي بقى تحت لنا مش الألمنيوم بس الألمنيوم والسوديوم والماغنيسيوم والليسيوم من الحاجات اللي هي النشطة قوي دية بقى نعملها بتقنيات بسيطة جدا عند درجة حرارة الغرفة عملت إيه بقى في الوقت الحالي بقى يعني فيه ثورة دلوقتي في صناعة السيارات فيه هنا سواء هنا في مصر أو برة اللي ماشي دلوقتي أو الحاجات اللي هي السيارات الكهربية الصديقة للبيئة عشان توفير الطاقة والتخلص يعني اللي هي طبعا السيارات الكهربية بتبقى ما تسادمش بنزين وما بدرانش للبيئة فده حتى في مصر هنا بقى يعني دلوقتي فيه توجه لاستخدام السيارات الكهربية على نطاق كبير أنا كنت لسه أسأل حضرتك أنه إحنا دايما في مصر دلوقتي من حالنا نتوجه ليه الطاقة المتجددة والنظيفة وصديقة للبيئة وده اللي شفناه في الحيدروجين سواء الأخضر أو الأزرع أو غيره ففيه مواد كثيرة من الطاقة بتتهدر إحنا النهار ده خلينا نتكلم عن يمكن خسائر الطاقة في المواد التقليدية إزاي أنت عملت أو يعني اشتغلت عليها أنه تطور من هذا الموضوع بالتحديد هرجع لحيك بقى أن هي ليه بقى تطيلة مثلا بحاجة زي الألمينيوم أو الماغنيسيوم حاجة مهمة جدا وبتنعكس على توفير الطاقة زي ما ضربت مثلا بالسيارات الكهربية دلوقتي عشان أن أنا أعمل السيارة الكهربية طبعا بيستخدم بطاريات البطارية في السيارة الكهربية بتمثل تقريبا تلت وزن العربية فدي مشكلة لأن لما بزود الوزن المفروض أنا محتاج بقى أقل الوزن العربية في الحاجات الثانية العربية مكوناتها الأسسية من الحديد لما استخدم مواد خفيفة زي السبايك الألمينيوم زي سبايك الماغنيسيوم وده اللي احنا شغالين عليها دلوقتي نفس السبايك خفيفة بس صلبة يعني فيها نفس الخواص الميكانيكية بتاعة الحديد ده يعني عكس على إيه بقى أن أنا بيقلل الوزن والتقليل من الوزن ده بقدر أزوده في وزن البطارية ده يعني عكس على إيه بقى وفي الصناعة كمان ما معملش درجة حرارة عالية درجة حرارة عالية ولما قالي الوزن هيبقى أن أنا أقدر أستخدم بطارية أكبر بساعة أكبر بتمشيلي مدة أكبر علشان إن أنا أقلل بقى الوزن أستخدم أجزاء كبيرة من الألمينيوم أو الماغنيسيوم في العربيات ده بيستدبعوا الطلع لازم أطلي علشان أنا الحديد هو مازال هو المكون الأساسي في صناعة السرارة صح لما استخدم معدنين مع بعض ولازم واربطهم ببعض هنا يحصل لي مشكلة اللي هو المعدن النشط هيتأكل أكبر فلازم أحميه أحميه بإيه بقى إن أنا أطليه أطل الحديد لو أنا مثلا استخدمت ألمينيوم يبقى عشان أربطه مع الحديد أطل الحديد بالألمينيوم هنا بقى تيجي التكنولوجي باستخدام السرارة الأيونية إن أنا أطلي عن درجات حرارة الغرفة الحديد بالألمينيوم أولا وفرت الطاقة علشان العملية دي بتتم عن درجات حرارة عالية وفرت بقى إن دايريكت إن أنا بيشجعني بقدر في صناعة السيارات إن أنا أستخدم المواد الخفيفة ديت وأنا مش خايف لإن كان التكنولوجي بتاعت الطلع الطلع الحديد عشان أقدر أربطه مع بعض وأمنع التآكل الفلز النشط دا أتحلي إن أنا لا أدمنى أنا أستخدم ماغنيسيوم ما فيش مشكلة دا كله كلام عظيم و جميل طبقنا بقى الكلام دا ولا لسه فطور البحث والدراسة يعني إحنا عندنا النهاردة في مصر فيه مصانع الانتاج الحربي بتشتغل على قصة تنتاج سيارة كهربائية وبالفعل فيه عدد فأو فريق كبير من المصريين اللي جم أيضا من الخارج عشان يشاركوا في هذا الأمر نحي هل مركز القوام البحوث متمثل في حضرتك والسادة يعني اللي عملوا هذه الأبحاث مش تركوا في هذا الأمر التكنولوجي ديت جديد على مستوى العالم يعني هي مش فلسه ما اتطبقتش بس هي كانت الخطوة الأولية إن احنا ننجح إن احنا نعمل حاجة زي كده دي هتوفر قد إيه لا هتوفر كتير جدا أولا أرقام لا أرقام ما قدرش أقول لها حاجة بس هي من الناحية العلمية إن أنا أقدر أتوصل لحاجة زي كده إن أنا أطلي الحاجات اللي هي الفلزات الناشطة عن درجات حرارة الغرفة بتكنولوجي بسيطة ده حاجة ما كانتش موجودة يعني هي حاجة كانت مستحيلة أصبحت ممكنة الشغل دلوقتي على مستوى العالم كله إن هو يعمل إيه في عندنا معوقات حاجة في الموضوع ده أولا التكلفة تكلفة عالية دلوقتي مش تكلفة السوال الأيونية استخدامها على أساس إن أنا أقدر أعمل حاجة يعني على نطاق كبير على نطاق صناعي دي لسه عايزة محتاجة إن أنا إن السوال الأيونية التمن بتاعها مازال عالي بيشتغلوا عليه بره بقى في المصانع المصانع الكيميوات الكبيرة إنتاج على الإنتاج الكبير للسوال الأيونية ده هيقدر تقليل سعرها حاجة تانية المعوق التاني برضو اللي هو اللي إحنا شغالين عليه إن إحنا بيبقى محتاج اللي هي السوال الأيونية إنها تشتغل في درائق أتموسفير يعني حاجة جفة شوي يعني عشان ما يكونش راطب عشان الرطوبة بتأثر فهو الخطوة اللي جاية ونعتقد في المستقبل إن شاء الله ده دورنا بقى إن إحنا نعمل ننتقل من من الأبحاث للتطبيق وده هي هدفنا كمان في المركز القوم البحوث بصفة يعني عامة نتائج البحوث تنعكس على الصناعة لازم إن أنا عملت بحوث حاجة كويسة جدا أبحاث علمية مستوى عالي جدا اتنشرت في دوريات علمية متميزة الخطوة بقى المهمة التطبيق وده اللي إحنا بيهمنا بس طبعا التطبيق علشان بتطبق أي حاجة بيستدبعه قبل كده لازم يكون بتشغل أي شغل بحسي وبتوصل إن الموضوع ممكن بعد كده بتوصل بعد كده لمرحلة لمرحلة التطبيق علشان يعكس إن هو يبقى طيب حضرتك يعني القائم بعمال عميد بمعهد بحوث تكنولوجيا المهدر المتقدمة في الثورات أتراف المعدنية دلوقتي الطلاب الموجودين في هذه الكلية بعملين إيه أخبار البحوث بتاعتهم إيه نهاردة أنا شايفة إنه العديد من الطلبة عندهم أفكار مبتكرة جدا 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 لاستغلال المواد بطريقة طبعا صديقة جدا للبيئة يمكن ده الجيل الجديد متربي على كده دلوقتي إزاي نقدر 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 نخدم البيئة ونستخدم مواردنا بطريقة صديقة للبيئة أخبار البحوث اللي بيقدمها الطلبة هل في بحوث مبتكرة نقدر ندخلها فيه ندخلها فيه أبحاثنا اللي موجودة دلوقتي فبالتالي نقدر يعني عندنا بحث متقدم نطبعه على أرض الواقع بالفعل هو معهد بحوث تكنولوجيا الماد ومتقدمة وصرارة المعدنية أحد المعاهد البحثية التابعة لمركز القاوم البحوث المركز القاوم البحوث بيضم 14 معهد بحسي نحن معهد بحوث تكنولوجيا الماد المتقدمة وصرارة المعدنية أحد هذه المعاهد فإحنا بيبقى شغلنا بحسي مركز القاوم البحوث يعني ما بيبقاش تدريس للطلبة يعني مش بيجاء معنا مركز مركز بحسي فإحنا بنهتم عندنا في المعهد بشغلنا دايما استغلال الخامات المحلية علشان تنعكس بنعمل مواد بديلة للمستورد عندنا الحقيقة في المعهد يضم ست أقسام دي فرصة كويسة برضا نتكلم على المعهد بتاعنا عندنا أقسام فريدة يعني متفردة مش موجودة في المعهد كم في المئة من أبحاثكم تم تطبيقه على أرض الواقع واستفدنا منه وخصوصا أنا عارف وتابعت كتير شغل المقاعد القام بحوث إن في حاجات فعلا بتبقى يعني موفرة لمصر واستغلال خامات مصري كم في المئة تم استغلاله وتم تطبيقه بجد إحنا عندنا حوالي أكتر من 300 منتج بحسي قابل للتطبيق يعني نتائج البحوث وحضراتكم لو تزوروا عندنا للمركز القام بحوث ياريت وتلقوا الضوء على الحياة كله قابل للتطبيق مفيش حاجة تطبيق كله يعني إن شاء الله في طور البحث إن شاء الله في طور الدراسة لا مش طور البحث إحنا كشغلنا كباحثين بيقف عند إن أنا بدي الحركة يعني من خلاصة الأبحاث دية عندنا 300 منتج بحسي إنه هو جاهز جاهز للتطبيق وعينات يعني موجودة طيب إحنا حركة يمكن اتكلمت من شوية عن المشاكل اللي بتواجه هذه الأبحاث هي التكلفة صح؟ التكلفة طيب هل بتعرضوا الأبحاث بتاعتكم دي على مثلا بعض الشركات اللي ممكن تساعدكم في تمويل دا حقيقة إحنا حقيقة إدارة المركز يعني الحالية احنا عملنا حاجة جديدة دلوقتي عندنا لجنة ربط البحوث بالصناعة وده شغلنا زي ما قلت حقيقة يعني فعلا زي ما حاجة بتقول إن لازم المجتمع نحس بنتجاج بحوث يقعي شوف النور البحث ده شوف النور يشوف حاجة فعلا اتطبقت دلوقتي بقى بقت يمكن كان تكنولوجي من بره أجيب بس دلوقتي بالظروف اللي احنا بنمر فيها حاليا يعني دلوقتي لازم نتعاون مع بعض لأ وأي شركة صناعية لو شفتها بره أي مصنع عربي يبقى عنده قسم اسمه قسم الأبحاث والتطوير ده المفروض طبعا أنت عندك في مصر معهد بيعمل ده لكل الحاجات الصناعية ليه ما تربطش ده بده وده وده الحقيقة إنت آه المفروض بتستغل تربط ده بده بس دلوقتي ده أنا أقول لحضرتك إن بقى التوجه العام لأن دلوقتي بقت الحاجات اللي هي المستوردة بقت فيها صعوبة فإحنا دلوقتي يعني بقى الشركات لازم نتعاون مع بعض علشان توفير بدائل في حاجات كتيرة أو ممكن نحن نوفرها المواد الخام اللي خليني أسأل إحنا النهاردة بنعمل عربية كهرباء في وزارة لنتاج الحرب ويتم الإشراف عليه اللي يمنع إن هذا البحث اللي يوفر على الدولة واللي يخدم مصر إن إحنا نوفر ما نهدرش الطاقة ونخلي يعني اطلاق بمواد صديقة للبيئة أو في درجة حرارة الغرفة ما أشفيها استهلاك كبير للقربة إنه يوصل لده إيه المانع ما فيش ما يمنع بس بقول لحاجات دلوقتي بقى الظروف مواتية عن قبل كده ليه بقى لأن بقى دلوقتي إن أنا جيب الحاجات من بره بقت صعبة إن لازم بيلجأ لأن أنا بقدم له خدمة وبعدين إحنا عندنا المركز ده دوره فأنا مش محتاج يعني ده دورنا وبعدين يعني سعادة الباحث إنه هو بيشوف إن البحث اللي هو اللي عمله اتطبق اتطبق وفعلا يعني الصناعة استفادت منه بس زي ما أرجع لحضرتك إن إحنا في المركز إن هي لجنة ربط البحث بالصناعة إحنا بقى لها شهور موجودة إحنا عملنا دلوقتي فيه شركات يعني كتيرة جدا لنا وبنتعاون معها في حاجات كتيرة وإن شاء الله يعني الظروف اللي إحنا اللي موجودين فيها أصبحت تحتم علينا إن إحنا نتعاون مع بعض فده إن شاء الله وزي ما بقول لحياتك يعني ياريت حضراتكم يعني إيه طلقوا الضوء شوية على الشغل المركز القانون البحث أو المركز البحثية بصفة عامة في مصر لأن عندنا الحقيقة شباب كويس جدا عندنا حاجات أفكار كتيرة جدا بس هي محتاجة إن يبقى فيه التعاون ده بين البحث العلمي والصناعة صحيح كل شكرا لك الدكتور الشريف زين العبدين الأستاذ بالمركز القومي للبحوث والقائم بأعمال عميد معهد بحوث تكنولوجيا المواد المتقدمة وفرات المعدنية شكرا لك لوجودك معي شكرا لحظة